اشتركوا في القناة والتخلص من عملية الإسهال ومن الممكن أن يساعد مشروب أوراق الجوافة المصابين بالإسهال في تخفيف الآلام في منطقة البطن والتقليل من كمية الفضلات السائلة وتسريع عملية الشفاء وللحصول على أفضل النتائج في حالة الإسهال ينصح المصاب بشرب مشروب أوراق الجوافة على معدة فارغة إنه يساهم في خفض الكوليسترول فإن خفض الكوليسترول أحد فوائد أوراق الجوافة التي تظهر بعد الانتظام بشرب منقوع أوراق الجوافة لمدة ثمانية أسابيع فإن خفض مستويات الكوليسترول مهم جدا لصحة القلب والأويات الدموية كما أنه يسيطر على مستويات السكر في الدم فقد أقرت الحكومة اليابانية مشروب أوراق الجوافة كعلاج فعال في الوقاية من السكر والمساعدة في علاجه إذ تساعد المركبات الكيميائية في هذا المشروب على تنظيم مستويات السكر في الدم بعد الوجبات ذلك عن طريق تحفيز انتصاص الجسم لأنواع معينة من السكريات وقد وجد أن لشاي أوراق الجوافة دور في إنتاج العديد من الإنزيمات التي تحول الكربوهيدرات أثناء الهضم إلى جولوكوز ما قد يلعب دورا مهما في إبطاء وطيرة ارتفاع مستويات الجولوكوز في الدم كما أنه يخفف من الوزن فقد تساعد أوراق الجوافة في منع الكربوهيدرات المعقدة من التحول إلى سكريات الأمر الذي يعمل على تسريع عملية خسارة الوزن الزائد وينصح بشرب شاي أوراق الجوافة بانتظام بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج وتعد فائدة خسارة الوزن هي أفضل فوائد أوراق الجوافة لمن يعانون من السمنة إنه يساعد في محاربة السرطان فقد قال بعض الأطباء أنه قد يساعد على التقليل من فرص الإصابة بالسرطان تحديدا سرطان السدي والبرستاتا والفم يعود السبب في ذلك إلى محتوى أوراق الجوافة العالي من مضادات الأكسرة والتي تدعى بالليكوبين إنه يحسن من جودة النوم فقد قال بعض الأخصائيين إن تناول شاي أوراق الجوافة يساعد على تحسين جودة النوم لأنه يساعد على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب كما أنه يقوي من جهاز المناعة فإنها تساعد رموما إذا ما تم تناولها بانتظام على تعزيز صحة جهاز المناعة والتقليل من فرص الإصابة بالأمراض المختلفة كما أن شاي أوراق الجوافة يخفف من مشكلات الجهاز الهضمي ذلك عن طريق قدرتها على التقليل من الإفرازات المخاطية التي قد تسبب تهيك في الجهاز العظمي في بعض الحالات كما أنها تساعد على منع البكتيريا السيئة في داخل الأمعاء نتيجة خصائصها المضادة للبكتيريا كما أنه يساهم في إيقاف آلام الأسنان فإن لها خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات ما يجعلها تساعد في الحفاظ على صحة الفم والأسنان ومن الممكن القيام بطحن الأوراق وعمل معجون يتم تطبيقه مباشرة على موضع الألم في الفم هذا يساعد على التخفيف من حدة الألم الذي يشعر به المصاب كما أنها تعالج السعال ونزلات البرد لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي والحديد لذلك تساعد في علاج الكحة والتخفيف من حدة أعراض نزلات البرد والتخفيف من تراكم البلغم وتعقيم المجاري التنفسية وبرئتين وتخلصها من الالتهابات فيمكن غسل مجموعة من أوراق الجوافة الخالية من السقوب والعيوب ثم توضع هذه الأوراق في الماء المغلي وتترك إلى أن تصبح درجة حرارتها معتدلة ويمكن تحضير معجون أوراق الجوافة للاستخدام الخارجي ذلك بطحن مجموعة منه بشكل جيد حتى يتكون المعجون وبهذه الطريقة يمكن الحصول على فوائد أوراق الجوافة ترجمة نانسي قنقر